يعد مفهوم الديمقراطية من المفاهيم الشائعة لاستعمال في عالمنا اليوم لسيما أن أغلب الأنظمة العربية المعاصرة تمارس الدكتاتورية لكنها تحاول أن تضفي على نفسها صفات الديمقراطية وتدعي تمثيل الشعب وبالتالي اكتساب الشرعية غير الشرعية للحكم فالديمقراطية بشكل عام نظام سياسي واجتماعي حيث الشعب هو مصدر السيادة والسلطة فهو يحكم نفسه عن طريق ممثلين عنه وهي شكل من أشكال الحكم يكون فيه لجميع المواطنين البالغين على حد سواء رأي في القرارات التي تؤثر على حياتهم ومن المفترض أن يتضمن ذلك المشاركة على قدم المساواة في وضع القوانين والسياسات وتخصيص الموارد والفرص الاقتصادية في البلاد إن جوهر الديمقراطية ونواتها المركزية هو الحرية فكل ما تهدف الديمقراطية إليه بكل تعقيداتها وإشكالياتها هو في نهاية المطاف تحقيق حرية الفرد وحرية المجتمع في اتخاذ قراراتها المصيرية وجعلت لها ركائز تتكئ عليها كسيادة الشعب بإرادته الجمعية وحكم القضاء الحر المستقل ودستور وطني شامل للبلاد ومساواة المواطنين أمام القانون والتعددية السياسية وفصل السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية وموازنة ومراقبة أدائها المتبادل بالإضافة إلى التداول السلمي للسلطة وغيرها من الركائز هذا ما بلغ الشعوب من صور عن الديمقراطية التي يحلم بها الكثيرون مما راقت لهم التجربة الغربية وكغيره يتوق المواطن العربي إلى الحرية فهي حاجة فطرية طبيعية لكن يبدو أن اكتساب الحرية عبر الديمقراطية في الدول العربية يعد أمرا مستحيلا فكلما خرجت الجماهير مطالبة بشيء من الديمقراطية قمعتها الأنظمة الدكتاتورية التي ترفع شعار الديمقراطية والحرية وتتبجح به صباح مساء حتى كريهتها الشعوب التي لم تجني منها أي ثمار تذكر ويبدو أن الديمقراطية لن تحل مشاكل العالم العربي الذي لا يزال يتخبط في مستنقع من المفاهيم والسلوكيات التي لا يمكن أن تساعد على ولادة أي نوع معقول من الديمقراطية فالنخب الحاكمة بعيدة جدا عن أن تقر وتعترفه بمبدأ صدور السلطة عن الشعب وبحقه في المشاركة فيها بل في قول رأيه من دون طموح للمشاركة ولتزال الوصاية على المجتمعات هي العقيدة الرئيسة التي تحكم ممارسات النخب العربية الحاكمة الحياة السياسية لا تزال بشكل عام محتجزة وأسيرة تماما في معظم الدول العربية ولا يزال من الصعب الحديث عن تنافس حقيقي ونزيه على الحكم وتداوله في عموم البلاد العربية ترجمة نانسي قنقر